اينما كنتم اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري تعقدوا الهيئة التاسيسية لحركة ندا تونس عشية اليوم اجتماعا في البحيرة هذا الاجتماع كان رئيس الحركة بالنيابة محمد الناصر قد تقدم امس بدعوة الى اعضاء الهيئة لعدم عقده كما وجه دعوة للنواب المستقلين من كتلة نداء في مجلس نواب الشعب الى العدول عن هذه الاستقالة في مبادرة منه للتوصل الى تسوية للازمة صلب الحركة دعوة نتفاعل معها النواب المستقلون ايجابيا اذ صرح النائب مصطفى بن احمد المنتم الى هذه المجموعة والناطق باسمها ان هناك بوادر انفراج داخل الكتلة في انتظار خطوات عملية نحو المصالحة تبدأ بالعدول عن اجتماع الهيئة التاسسية للحركة المنتظر عقده اليوم اقرى اعضاء المكتب التنفيذي الموسع الاتحاد العامة توليسي للشغل وبحضور مجمع القطاع الخاص اقرى الدخول فيما سمها تحركات نظالية من اجل تحقيق المطالب وذلك بعد تدارس ظروف المفاوضات في القطاع الخاص مع الاتحاد التونسي لصناعة وتجارة والصناعات التقليدية واسباب تعفرها التحركات ستبدأ باضرابات جهوية في القطاع الخاص وسيكون منطلقها من سفاقس في التاسع عشر من نوفمبر الجارية وكانت اتحاد الصناعة وتجارة والصناعات التقليدية قد تمسك خلال ندوة النصحة في عقده اليوم بنسبة الزيادة المقررة سابقا من قبل منظمة الاعراف والمرتبطة بنسبة تضخم المقدرة في حدود 4.8 تقريبا أو ما يحوم حولها كما عبرت منظمة الاعراف عن رفضها لما اعتبرته منطقة تهديد المعتمد من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل اجلت دائرة والجنائية في محكمة الاساناف العسكرية بتونس اجلت النظر في قضية شهداء الثورة وجرحها في تالا والقصرين والقيروان وتجروين الى الخامس والعشرين من فيفري من السنة القادمة جلسة غاب عنها اغلب المتهمين الذين لم يبلغوا باستدعاء وفق هيئة المحكمة كما غاب محمو القائمين بالحق الشخصي وعائلات الشهداء والجرحاء دوليا وفي تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة صرحت وزارة والصحة الفلسطينية ان وحدة في الجيش الاسرائيلي يطلق عليها اسم المستعربين دهمت مستشفى وقتلت بالرصاص شابا فلسطينيا اثناء عملية اعتقال شاب اخر يشتبه انه نفذ عملية طعن كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم اربعة شبان فلسطينيين من شمال وشرق محافظة بيت لحمة في الضفة الغربية تحرير سنجار البلدة ذات الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين مدينتي الموصلة العراقية والرقة السورية مع قلي ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية هو الهدف من العملية العسكرية الكبرى التي اطلقتها اليوم قوات البشمرق الكردية العراقية بدعم جوي من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ووفق بيان اصدره المجلس الوطني الكردي ستقود هذه العملية التي يشرف عليها رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الى السيطرة على خطوط امداد التنظيم المتشدد واقامة منطقة عازلة لحماية البلدة من نيراني المدفعية انشاء صندوق لمساعدة افريقيا على التصدي لظاهرة الهجرة يبلغ رأس ماله 1.8 مليار اورو كان اليوم ابرز ما تمخذت عنه اشغال اليوم الثاني والختمي للقمة الاوروبية الافريقية التي نظرت لمدة يومين في حل لازمة اللاجئين والمهاجرين ولم تتجاوز وعود المساهمات من قبل الدول الاعضاء حتى الان سوى 78 مليون اورو وتسعى دول القارة العجوز مجتمعة هذه المرة مع دول افريقية الى اقناع قادة دول القارة الصمراء بقبول اللاجئين الى اراضيها ولو كان ذلك مقابل مبلغ مالية ضخمة وتسهيلات في منح تأشيرات لاطارات ذوي كفاءة عالية تنطلق وفي موفى هذا الشهر القمة العالمية بشأن المناخ في باريس التي تهدف للتوصل الى اتفاق عالميا يسمح بالحد من ارتفاع درجة حرارة الارض وللصين دور هام في التوصل الى هذا الاتفاق مما انها المسؤولة عن الجزء الاكبر من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم وقد تحول رئيس الفرنسي فرانسوالون الى الصين منذ ايام وعاد بتعهد منها بدفع المحادثات قدما للتوصل الى هذا الاتفاق الذي دونه سيتحول الوضع البيئي في العالم الى كارثة وفق الخبراء ختام الموجز نلقاكم في نجرة الثامنة باذن الله اشتركوا في القناة